مثلث كبير يريد بلع المنطقة بأسرها ليسقط في فخ إيران المكان الأول الحاضن لكافة الفصائل الخارجة عن نطاق دولتها الأم فمن جنوب لبنان كانت نشأة حزب الله تحت شعارات عديدة منها التصدي للعدو الإسرائيلي ليخوض معها فيما بعد حروبا طويلة وينجح تحت هذا الهدف بابتلاع الجزء الجنوبي من دولة لبنان ويخرج عن نطاق سيطرة الدولة هناك التجربة اللبنانية الناجحة أرادت إيران نقلها بحذافيرها إلى اليمن في البداية دربت مجموعة من المبتعثين إليها من جماعة الحثي كخطوة أولى لدعم هذه الجماعة التي خضت حروبا ستة مع الدولة اليمنية قبل انضمامها إلى ثورة الشباب السلمية في 2011 والتي تخلت فيه للمرة الأولى والأخيرة عن أسلحتها نجحت الثورة بخلع الرئيس علي صالح من كرسي الحكم ليعود إليها هذه المرة مع عدو الأمس حليف اليوم ويبدأ بابتلاع الدولة ابتداء من دماج حتى صنعاء فباقي محافظات الجمهورية بعد سيطرة على صنعاء بدأت جماعة الحثي باستفساز الجارة السعودية بمناورات على حدودها ليكون الرد حاسما بتدخل عسكري فيها كل هذا وإيران تمد يدها وأسلحتها أيضا لمساعدة الحثيين وإن كان عن طريق ذراعها الأكبر في المنطقة حزب الله أحيانا لتخرج أخيرا أدلة تؤكد هذه الحقيقة وإن تنصلت منها الجماعة الحثية وحلفاؤها فقبل أيام قليلة صرح الرئيس هادي عن تدخل إيران في اليمن ودعم ميليشيا الحثي بأسلحة ومقاتلين وحتى مدربين لأننا كنا ماسكين في السجن عدد من الحرسة الثوري الأيراني كنا ساجنين لهم عندنا وعدد من عند نصر الله من لبنان لتظهر في الساعات القليلة الماضية أدلة تؤكد الدور الإيراني خاصة بعد تسريب مقطع قيل أنه من رمضان في العام الماضي يظهر شخصا يدعى أبو صالح يدرب مجموعة من الحثيين وهي دورة لتأهيل المدربين في المستوى الأول ينتقل فيها المدرب أبو صالح لمحاور عديدة منها كيفية الإختيالات والعمليات الاستشهادية كما أسماها ما عملية انتحارية؟ ممكن عملية استشهادية نحن عملية استشهادية الخبرة الطويلة التي اكتسبتها جماعة حزب الله في الحروب تريد نقلها للحثيين في اليمن هكذا يبدو من بعض أقوال أبو صالح في الفيديو لكن الأهم هو تحضير هؤلاء ليكونوا مجاهدين فقط وتنفيذ العمليات الانتحارية دون السؤال حتى أما الحكومة اليمنية فأعلنت عزمها تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد ممارسات حزب الله وتدخله المباشر في اليمن مؤكدة امتلاكها وثائق وأدلة مادية توضح مدى تورط حزب الله في الحرب التي تشنها الميليشيا على اليمنيين كل هذه التطورات تظهر صراعا دوليا خفيا أحيانا وظاهرا أحيانا أخرى تدخل اليمن فيه طرفا مباشرا بل وهدفا تسعى فيه أطراف خارجية لسيطرة على الواقع في الأرض والحصول على مكاسب دولية عن طريق الفوز بالمعركة الكبرى فيها